السلام الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فمع لقاء جديد من سلسلتكم لماذا تركت الوهابية وهذه رسالة من أحد الإخوة وكما كررنا مرارا وتكرارا كل صاحب رسالة مسؤول عما فيها اقتنعنا به أو لم نقتنع به فهو مسؤول عن ذلك قال سبب تركي للوهابية هو متابعة للشيخ عبد الواحد الحنبلي بدأت أتابع ردوده عليهم خاصة على الألباني ثم بدأت أتابع الشيخ سعيد فودا والشيخ السيف العصري ثم بفضل الله تعرفت عليكم فبدأت أتابعك منذ سنة عرفت فيها أني كنت مخدوعا بالوهابية حيث خدعونا بكلمة سلفية واكتشفت أن المنهج الوهابي منهج باطل وبحمد الله تركت ذلك المنهج وصرت من مفوضة الحنابلة السلفية الحقيقية وأيضا سبب تركي لهذا المنهج الباطل أو من أسباب تركي لهذا المنهج الباطل هو كذبهم على الصوفية بأنهم سحرة ويتعاملون مع الجن والشياطين وأنهم يعبدون القبور ولكن تبين لي عكس ذلك تماما فأنا كنت أكفر الصوفية وأرميهم بالشرك فأسأل الله أن يعفوا عني ونقطة مهمة هي أن الوهابية يكفرون المسلمين كل المسلمين وهم لا يشعرون نسأل الله العافية وفي الأخير أريد أن أقول لك أمرا مهمة ما عن ماذا بعد الوهابية هكذا هو يقول بعد الوهابية هم الشيعة الاثنى عشرية حيث إنهم صاروا ينتشرون في كل مكان كالنار في الهشيم ما تركوا بلدا إلا دخلوها والسبب في انتشارهم هم الوهابية حيث كذبوا عليهم فلما يعني كذبوا عليهم يعني افتروا على الوهابية صحيح على الشيعة الوهابية يستحلون الكذب على المخالف يعني ما عانت أنا من الشيعة وأنا أحب الشيعة لا لكن الله تعالى أمرنا بالعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وإلى يومنا هذا في وسائل التواصل الاجتماعي يأتون بواعظ وهابي رخيص وواعظ شيعي رخيص ويقولون انظر ماذا يقول الشيعة ما عندنا بلاوي سودى من المنسوبين للسنة لا يقال ما هذا قول السنة القصاص والواعظ قيمت كلامه كعدمه سواء كان منسوبا إلى السنة أو منسوبا إلى الشيعة ما أكثر يعني الذين يعني يتكلمون بقصص التالفة سواء كان من الوهابية أو المنسوبين للتصوفة وغير ذلك فالقضية يجب أن ننتبه إليها ليس دفاعا عن الشيعة ولكن كتب الشيعة المرجعية المعروفة ليس فيه هذا الهراء خاصة كرامات غريبة وعجيبة وأمور كذا يعني خاصة في دعظيمهم للبيت لأن الوهاب الشيعة من مصائبهم أن الإنسان إذا ما تكلم في الفضائل يسكتون مادم يمدح على البيت يعني حتى لو علموا أنه كذاب يسكتون عندهم شيء ربما جزء من التقية يعني يتساهلون في هذا الأمر فيتسرب كلام إليهم وبعد ذلك ينشر على أن هذا والشيعة لأنه لا يطلوب الإنصاف خلافنا مع الشيعة قديم عمره ألف ومئتين أكثر من ألف ومئتين سنة والخلاف الحقيقي الجذري بيننا وبين الشيعة تقريبا يعني بدأ في القرن الرابع واشتد بالقرن الخامس وحصل يعني افتراغ لا عودة فيه قبل ذلك كان الشيعة معنا على الأقل في الكتب كتب الحديث بالذات الحديث يعني خاص بما يتمسك بالحديث لا يتمسح به يعني مشهورة العبارة لو تركت عبارة كتب أهل البصرة للقدر وكتب أهل الشيعة أهل الكوفة للتشيع لخلت الكتب يعني كان منتشرا جدا كان منتشرا جدا وكثير من الرواة رمي بالتشيع ولكن تشيع السلف غير تشيع الخلف نتكلم عن هذا لاحقا إن شاء الله يقول هو الشيعة صاروا ينتشرون انتشار النار في الهشيم ما تركوا بلدا إلا دخلوها والسبب في انتشارهم هم الوهابية لنا مقطع سينشر قريبا الوهابية قنطرت التشيع حيث كذبوا عليهم فلما عرف البسطاء من أهل السنة والجماعة كذب الوهابية على الرافضة ظنا منهم أنه هو الحق وهذا ما نراه في كل مكان للأسف حيث إن الشيعة يا سيدي هكذا يقول أكثر خبثا وشرا من الوهابية طبعا كلهم مبتدع ويعني على الضلال فهم الآن يقتلون أهل السنة في الشام والعراق ووجهتهم القادمة هي الجزيرة العربية الحجاز تحديدا يريدون السيطرة على مكة والمدينة وسيرسل لك بعض المقاطع عن ذلك ليس سرا هذا ليس سرا هذا أبدا وسقوط الوهابية ربما يعني طبعا إيران تتطلع لهذا والشيعة تتطلعون جميعا إلى استلام الأماكن المقدسة والغلات منهم يعني نظرهم إلى يعني قبور الصحابة ولن يصلوا إلى ذلك يقول وسأرسل لك بعض المقاطع عن ذلك المهم أن الوهابية تتلفظ أنفاسها الأخيرة بعدما اكتشفوا وأنا الآن يا سيدي أحدثك من مدينة الرياض على كله هناك عدة قضايا جاءت في هذا التسجيل الأول الشيوخ الذين تابعهم وكانوا سبب هداية ماذا فعله يعني سعيد فوداوش الشيخ سعيد سعيد العصري والعبد الفقير ماذا فعلنا؟ غاية ما في الأمر أننا قلنا لهم يا جماعة غير صحيح أنتم عندكم تصورات مغلوطة نحن لم نأتي بجديد يعني لم نأتي بعلم عظيم جدا لا غاية ما في الأمر هناك غشاء ومن الجهل ستارة أزحناها فظهر للناس أن كل ما يقوله الوهابية غير صحيح وأن الوهابية ولولا العامل المالي المادي والمكان الذي استولوا عليه مكة والمدينة لم يكن لهم هذا الانتشار وأنا أعلم أن دولتهم تتململ منهم أنا أعلم أن الدولة الحاكم الكيان الحاكم هناك يتململون من هذا الفكر لأنه عبء كبير جدا والوهاب إذا لم يجد من يكفر سيكفر نفسه فسيكفر الدولة هناك ضاقت بهم ذرعة وهذه قضية فتح بؤر للجهاد مرة في سوريا ومرة في مالي ومرة في كذا في الشيشان ومرة في داغستان ومرة في أفغانستان هذه عبارة عن تنفيس لأن الضغط الشديد سيؤدي الانفجار لا افتح لهم الدولة يجاهدون في سبيل الله فيها عند ذلك يتخلصوا منهم نعم الكلام الخطر الذي ذكره أخونا هذا والحقيقة نحن نستحضره الوهابية هم قنطرات التشيع وطالما حذر الشيوخنا من هذا يعني ما يعني الصوفية الذين حاربهم الوهابية ماذا يفعل الصوفية فيهم في مجالسهم جميعا للذكر والوهابية عندهم من الأشياء الرسمية المقدسة أن الصوفية هم الذين يأتون بالتشيع ماذا يقول الصوفية في كل مجالسهم خطيب الصوفية يبدأ بالترضي على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم يثني بالحسن والحسين وفاطمة الزهرة وخديجة الكبرى يعني القضية واحدة نحن نحب هؤلاء جميعا ونبدأ بالكبار منشدة الصوفية وحضرات الصوفية ومجالس الذكر في الصوفية أنا حضرتها جميعا وفي كل البلاد في عدة قط أخطار عربية وإسلامية حضرت مجالس الصوفية مدح آل البيت مع الصحابة جزء لا يتجزى يعني في أناشيدهم فبالصديق والفاروق لذنى بذن نورين معاشي وها بكفر كما تشاوج وحكم علينا بالشرك للتوسل أنت حر يقول فبالصديق أحكي لك واقعا لتعلم من الذي يتسبب في دخول الشيعة حينما يقول الصوفي فبالصديق والفاروق لذنى بذن نورين فمنحنا نداك بباب العلم والتقوى علي تداركنا فقد جئنا حماك يبدأ بالصديق ثم الفاروق وبذن نورين ثم يربع بسيدنا علي يعني جزء مدح الصديق وعمر جزء أساسي عند الصوفية أساس مكين عند الصوفية تعظيم الشيخين الصوفية ولسيما في طريقتنا الشاذلية ينتسبون إلى الصديق إسنادا إلى بكر الصديق ويوجد طريق لسيدنا علي بن أبي طالف عندهم طريق من هنا وطريق من هنا في الإسناد في أسانيد الطرق الصوفية لاسيما الشاذلية يعني الطريقة العلوية الدرقاوية التي نحن أخذناها من شيوخنا هذا إسنادها ينتهي إلى الصديق فكيف إنسان مبتدأه من الصديق يحارب الصديق ويكفر الصديق هذا محاهم وفي الوقت ذاته يعظم آل بيت النبي عليه الصلاة يا آل بيت النبي الهاشم العربي هذا في أناشد الصوفية البردة التي يقرأها الصوفية جميعا ماذا يقال في آخرها ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقع والحلم والكرم يقرأون في بردتهم فالصدق في الغار والصديق لم يرم الصدق في الغار والصديق الصدق وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إيش يعني الوصف بالمصدر للمبالغة كما نقول الله عدل يعني لا يمكن الظلم بحال الأحوال هو عدل وصف بالمصدر مبالغة فالصدق في الغار سيدنا محمد رسول والصديق صاحبه هذه في حضرات الصوفية في مجالسهم ولذلك متى بدأ الأمر حينما تقوت الدعاية الوهبية متى تقوت حينما الدعاية الشعية متى تقوت حينما رأوا الوهبية ينبشون قبور آل البيت الكرام طبعا الشيعة والوهبية كلهم نباشون يعني عن فكرة يعني نبش قبر سيدنا عمر بن عبد العزيز من نبشه الشيعة والوهبية والوهبية هؤلاء نباشون وهؤلاء نباشون اللهم أجرنا من النباشين كلهم ينبشون ونحن نقول وأول التشاجر الذي ورد إن خذت فيه وجه نبدأ الحسد ندرسه لطلابنا أن التشاجر الذي حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار هذا اجتهاد معاوية وجماعة فيها باغية نعم يا أخي والله فيها باغية صحيح يا أخي والله العظيم هذا نقوله صحيح يعني بعض الناس خاصة النواصب يغضب جدا كيف تقول باغية قال النبي عليه الصلاة قال هذا قال ويحى عمار تقتلوا الفئة الباغية فالذين قتلوا عمار طبعا سيقص كلامي هذا ويقال هذا انظر هذا الشيعي الجديد كذا قال لا لست شيعيا ولا جديدا ولا قديما هذا كلام سيدنا رسول الله ويحى عمار تقتلوا الفئة الباغية فبلا شك فئة معاوية باغية ولكن من قال لك إنها كافرة يخدعونكم يا جماعة يا شيعا الوهبية الشيعا يخدعونكم شيخكم باغية ليس معناها كافرة فرق كبير كبير بين باغية وبين بغات لأنهم خرجوا على الإمام الحق من هو سيدنا علي بن أبي طالب خرجوا متأولين نعم خرجوا متأولين لذاك نقول اجتهد فأخطى خرجوا متأولين لماذا يطالبهم بالدم بدم سيدنا عثمان خرجوا متأولين يعني أخطأوا في هذا وبغات نعم بغات والبغات يقاتلوا نعم يقاتلوا لو كنت في حزبي سأكون مع سيدنا علي نسأل الله العافية الحمد لله الله سبحانه وتعالى طخرنا من دمائهم فلا لكن هذا هذا واجب كل مسلم يفعل هذا لكن لو كنا هناك لا ندري ما الذي يحصل لأن نعرف زمان فتنة لماذا ليس كافرة لأن الله تعالى يقول هذا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اقتتلوا فأصلحوا بينهم ثم يقول ماذا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي إذن الفئة الباغية هم الذين قتلوا سيدنا عمار ابن ياسر مذهب أهل السنة قوي جدا مذهب أهل السنة وأهل التصوف قوي جدا لا يمكن أن يتسرب من خلاله الشياء ماذا تريدون تعظيم أهل البيت تبعنا هذول لكن أنتم مذنبون وظالمون في شتمكم للصحابة لا يوجد آية في كتاب الله تسمح لكم شتيمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل آية القرآن العظيم تعظم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتعظم آل بيت الأكرمين ولكن أنتم تخدعون قومكم الشيعة الذين لا يتكلمون عربية وتقول لهم كل القرآن نازل فيه آل البيت وكل ما فيه من عقاب فهو في النواصب خطأ غير صحيح هذا غير صحيح النواصب مجرمون أولاد كلب ليست خضيتي هذه ولكن ليس القرآن نازلا في النواصب ولا في الشيعة القرآن نازل في كل أصناف البشر في المؤمنين وفي الكاثرين وفي المبتدعة نازل فيهم قرآن جاء في تعظيم آل البيت جاء في احترامهم جاء في مودة القربة ذكر أهل العباء أشار إليهم والسنة النبوية جاءت بهذا فالقرآن لم ينزل في آل البيت وفي خصوم آل البيت فالقضية هذه قضية حساسة جدا لماذا لم ينتشر التشيع في بلادنا ونحن بلاد الصوفية في سوريا إلا بعد أن جاء الوهبية قلنا الكلام مرات كثيرة يقول لهم فلان وعلان وحفظ أسد على إجرامه وجبروت لم يستطعن يفعل شيئا لم يقدم ولم يؤخر مدرسة الشيعية واحد لا يوجد مرخص بها حافظ أسد على جبروته مدرسة الشيعية واحد لا يوجد في سوريا مدرسة الشيعية مرخصة لا يوجد الشيعي في سوريا يدرس في أيام الإجرام والجبروت كان يدرس ماذا؟ عمر الن الخطاب وكيف ينفخ على النار للأيتام هذا درسناه نحن منهاج السوري المقرر في المدانس أفيقوا أيها الناس هذا حق نحن درسناه في سوريا هذا مقرر على كل البلاد الشيعي والعلوي والمسلم والكافر كله يدرس هذا المقرر أهل السنة كلمتهم عالية في سوريا لم تنخفض كلمتهم إلا بعد أن جاء الوهاب جاء الوهابية قدموا ذراع للشيعة ليدخلوا تفضل هؤلاء سيفجر قبرك وسيزيل المسارات إذن معناها أنت شبيح لا يا أخي أنا لست شبيحا وإياك أن تكون نبيحا أنت لنعيب هذا كلام لأن هذا الظلم والجبروز نحن كنا نرده ونحن كنا لنثبت الناس على السنة والجماعة في مدارسنا وفي محاضراتنا لم يقترب من أحد بفضل الله سبحانه وتعالى كنا نؤذى من أجل أسباب أخرى أما أن تقرر دينك لا أحد يقترب منك لكن لما فعل الشيخ فلان والداعية فلان آه الشيخ فلان والداعية فلان يقبض من السفارات والشيخ فلان والداعية فلان يريد فتنة طائفية ويريد حمل السلاح ليقتل بعضنا بعضا صحيح هو اقترب من عش الدبابير فليجهز نفسه نحن لا ندافع عن ظالم ونرفض الظلم ولكن بلاد الشام التي هي مركز من مراكز التصوف طيب يا أخي مصر مصر في أكثر من مصر حكمها الفاطميون سنوات طويلة جدا وكان الفاطميون من يشتم يعطونه ما أونث السنة من القمح فقط يشتم أبا بكر وعمر وأغلب الناس ما كان يفعل هذا ما يفعله إلا ضعفاء النفوس جدا إذا كان هناك بلد مؤهل للتشيح المصريون إذا فقط رأى في اسمك ما يشبه أسماء للبيت يعظمونك حقيقة فقط هكذا إذا رأى في الأسم حسن حسين حسني حسين مباشرة اقتربوا يسمون حسنين المصريون يعني ليس حسنوا واحدا يعني حتى يجمع الحسن والحسين يقول حسنين أكثر أمة عظم أهل البيت هم أهل السنة والجماعة في مصر وكلهم شافعية أشاعرة شافعية أشاعرة وفيهم مالكية وحنابلة ويعني حنفية ولكن الذي قضى على التشيع هم الأشاعرة ليس الوهابية أفيقوا يا جماعة والله العظيم أنتم لجهلكم لا تعرفون شيئا من الذي فند كلام الشيعة يقول شيخ الإسلام وشيخ الإسلام ماته توفي يا بني سبعمائة وثمانية وعشرين توفي والحجة الإسلام الغزالي ماته توفي خمسمائة وخمسة انت عارف إيش معنى هذا الكلام يعني لأبو حامد الغزالي رحمه الله كان يرد على الباطنية وعلى الشيعة أيام ما كانت دولة لهم ودولة الحشاشين والقتل قتلوا نظام الملك الوزير قتلوه فكان يرد عليهم في أيام مجدهم أنتم لا تعرفون التاريخ أيام قوتهم كان يرد عليهم وهذه الرجولة هذه الرجولة هنا ليس بعد قضاء بعد انتهاء دولتهم بمئة سنة يرد عليهم ابن تيمية هكذا كان يفعل يرد عليهم بعد مئة سنة من انقضاء دولتهم لم يكن لهم دولة أصلا أيام ابن تيمية عدوا للتاريخ يوجد أفراد واحد يتكلم وكذا لكن لا يوجد دولة للشيعة قائمة وقوية وتحارب أهل السنة والجماعة قضاء على الشيعة من؟ صلاح الدين الأيوبي متوفى سنة خمسمائة وتسعة وثمعنين انتبهوا للتاريخ قليلا من هو صلاح الدين الأيوبي أشعري شافعي قادري وبعدين بقي خائفا ان الشيعة سيظهروا من جديد فماذا فعل؟ قام بحيلة الحيلة ما هي؟ لبس لباس الشيعة وهو وقومه وجيشه قال الآن سننطوف في شوارع مصر سرا ما أحد يعلم بخطة هذه لبس الجند جميعا لباس الشيعة وصار يصيح في الشوارع ومحاوله جند جيش كبير من أجل نصرة آل البيت ومن نصرة التشيع ونصرة الدولة الفاطمية لم يخرج معه وحد قال الآن انتهى انتهى التشيع في مصر الآن اطمئن تماما الاطمئنان لهذا الذي حصل نحن الذين قضينا على الشيعة يا أخي ما احترامي لبعض الشيعة الذين متابعون يعني احترامي لهم انهم ان شاء الله يستيصلون للحق ويعلموا ان السنة هي الصواب المبين نعم لا أريد ان انتقص من أحد انتقص بقط من الباطل فالشيعة مبطلون في حديثهم عن الصحابة بلا شك وفي أم المؤمنين وأوهموهم أشياء باطلة بلا أساس لها من الصحة أوهموهم ان أبا بكر وعمر وكذا هؤلاء يعني كانوا من أعداء آل البيت غير صحيح هذا غير صحيح وأوهم هذه نعم والوهبية أوهم الناس أن الصوفية هم الذين أتوا بالتشيع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عودوا إلى مقطعنا الوهبية قنطرت التشيع هذا سيكون شرق قريبا إن شاء الله بإذن الله وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اشتركوا في القناة